قال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي كان إبراهيم عليه السلام من الأنبياء بل من الرسل بل من أولي العزم من الرسل وكذلك كان صديقا صدق وتحرى الصدق حتى كتب عند الله صديقا إنه كان صديق النبي إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصد ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي هذه دعوة إبراهيم عليه السلام لآذر أبيه الذي كان يصنع الأصنام لقومه التي قال الله تبارك وتعالى فيها إجمالا في سورة الأنعام إذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين أعظم جريمة جريمة الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك أن تشبه الله عز وجل بخلقه أو أن تشبه خلق الله بالله أن ترفع الخلق إلى درجة الألوهية أو أن تشبه الله عز وجل بخلقه فتنزل صفاته عز وجل المقدسة اللامحدودة على هؤلاء الخلق المحدودين إما أن تغالي في الناس وترفعهم إلى درجة الألوهية وإما أن تشبه الله بخلقه وهذا هو حقيقة الشرك أن تجعل الله ندا وهو خلقك وهو خلقك إما أن ترفع المخلوق إلى درجة الخالق أو تنزل الخالق عز وجل في صفاته وأفعاله إلى درجة المخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لما تعبد ما لا يسمع ولا يبسل كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبسل لابد أن يكون الإله سميعا مصيرا ولذلك سيأتي بإذن الله عز وجل في مناظرة إبراهيم عليه السلام لقومه فلما جن عليه الليل رأى كوكبه قال هذا ربي فلما أثل قال لا أحب الآفلين الإله لا يأفل الإله لا يغيم الإله يراقب عباده يسمعهم يبصرهم يقوم على تدبير أمورهم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده الإله قيوم قيام قيم قائم بأمر نفسه مقيم لأمر الخلائق الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله عز وجل لا يأفل ولا يغيم لا يموت لا تأخذ سنة ولا نوم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ممتد إليه بصره من خلقه كما قال صلى الله عليه وسلم قام فيهم بهذه الخمس كلمات قام في الصحابة بهذه الخمس كلمات إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام هذا معنى القيومية لله عز وجل أنه لا يأفل أنه لا يغيب أنه السميع أنه البصير أنه القريب أنه المجيب أنه الرقيب أنه الشهيد تبارك وتعالى أنه المقيت أنه الحفيظ أنه المحصي أنه العليم أنه الخبير تبارك وتعالى يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصل ولا يغني عنك شيئا وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دون الله من واق لا يقي من أمر الله أحد الله يجير ولا يجار عليه لا يغني عنك من الله شيء لا أحد ولا شيء لا ملجى ولا منجى منه إلا إليه هذا الإله الذي تعبده الإله الباطل هل يغيثك من عقاب الله من عذاب الله إذا أراد الله بك ضرا إن أراد الله بك نفعا هو القاهر فوق عبادك وهو الحكيم الخبير إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك الله برحمة فلا ممسك لها تبارك وتعالى الله هو الضار النافع المعطي المانع المعز المذل القابض الباصد الخافض الرافع هو تبارك وتعالى إن أرادك بخير فلا راد لفضله يصيب برحمته من يشاء تبارك وتعالى وهو الغفور الرحيم وهو العليم القدير بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله والمسيطر على كل ذرة في هذا الوجود العلوي والسفل في هذه الأكوان الله تبارك وتعالى مسيطر على كل شيء أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون انظر إلى إقامة الحجة انظر إلى استثارة العقول استثارة الفطر استثارة البدهيات والعلوم الضرورية المكنونة في النفوس وفي العقول وفي الفطر كيف نعبد ونتعبد ونرجو ونخاف ونتأله ونحب ونركع ونسجد ونذبح وننذر ونتحاكم إلى شرع إله لا يسمع ولا يبصر ولا يغني من عبيده شيئا ولا يغني عن عبيده شيئا هو نفسه ميت الصنم ميت الوثن ميت أموات غير أحياء فما يشعرون أيان يبعثون لا ينفع ولا يضر لا يملك نفسه موتا ولا حياة ولا ضرا ولا نفعا ولا نشورا كيف ذلك؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني لماذا نتبع الأنبياء؟ لماذا أمرنا أن نتبع الأنبياء؟ هل أمرنا أن نتبع الأنبياء فقط بدون أي برهان أو بدون أي سبب؟ لا لما ميزهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم بالعلم فالعلم هو الموجب للاتباع البرهان الحجة الدليل وكذلك ورثة الأنبياء والرسل من العلماء والصالحين والمصلحين والدعاء لا يجبون على الناس أن يتبعوهم لأسمائهم ولا لشخاصهم ولا لرمزيتهم وإنما بما معهم من الدليل والبرهان الدليل والبرهان الأدلة الشرعية النقلية وكذلك الأدلة العقلية فإن الشرع جاء باستثارة العقول بما تأتي به العقول والفطر ولا تحيله بما تقبله العقول والفطر ولا تجعله ولا يكون مستحيلا في الفطر والعقول لم يأتي الشرع بواحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد كما يقول النصارى أن الثلاثة يساوي واحد وأنهم يعبدون إلها واحد وفي الحقيقة هم يعبدون ثلاثة ويقولون الثلاثة والواحد كيف ذلك؟ أنتم تعبدون ثلاثة الآب والابن وروح القدس كيف يكونون واحد هذا مما يحيله العقل أن يكون الثلاثة واحد قل لك إما تؤمن هتفهم طب أحنا عايز حد آمنوا وفهموا وفهمنا بالبرهان بالعقل بالدليل حتى النقل حتى النقول لا يملكونها انقطاع هائل بينه وبين المسيح عليه السلام وبين تعاليم المسيح أما أنت أيها المؤمن فمعك كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدلة النقلية والأدلة العقلية القرآن يأتي بما تقبله العقول بما تقبله الفطر بما يقبله القلب بما يقبله العقل بما يقبله الوجدان بما يسجد له القلب والبدن يسجد للحجة يسجد لهذه البرهان هذا البرهان الظاهر على ألوهية الله وربوبية الله تبارك وتعالى عظمة هذه المخلوقات تدل على عظمة الخالق تبارك وتعالى كمال صفات هذه المخلوقات تدل على كمال صفات خالقها وصانعها كيف سيكون المخلوق يذم إذا كان أصمًا أبكما أعمى ثم بعد ذلك يكون إلهك الصنم أصم أبكما أعمى كيف تعبد ذلك لابد أن يكون الصانع والخالق أكمل من المخلوق لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراط سوية يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي أربع مرات من الرفق من اللين من إقامة الحجة بالحكمة والموعظة الحسنة الترغيب والترهيب موعظة بليغة نستكملها بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة قولوا القولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولم